يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فنرامى الظهور المهدوي الحلقة الثانية والأربعون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقاً للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقاً بائناً لا رجعت فيه إن كنت راغباً في إمامك لازال الحديث متواصلاً في مرحلة الظهور في صورتها الفائقة مر الكلام في العناوين التالية القيادة الفائقة البرنامج الفائق الطبيعة الفائقة الرجال والنساء الفائقون التقنيات الفائقة وسادساً الحياة الفائقة وأعني بها أساليب الحياة أساليب العيش شؤون الحياة المختلفة فيما هو ظاهر بين الناس وفيما هو مختف في داخل النفوس أردت أردت بين أيديكم في الحلقات المتقدمة نماذج من النصوص المعصومية التي تحدثنا عن كل هذه العناوين والتي ترسم لنا صورة فائقة عن مرحلة الظهور حيث تعيش البشرية أفضل أيامها بعض الأحاديث التي ترتبط بالعنوان السادس الحياة الفائقة أقرأ بعض الأحاديث وبعد ذلك أنتقل إلى العنوان السابع وهو العنوان الأخير في مجموعة العناوين التي تحدثنا عن الصورة الفائقة لمرحلة الظهور الكتاب الذي بين يدي هو كتاب الإرشاد للمفيد المتوفى سنة 413 للهجرة وهذه طبعة طبعة مؤسسة سعيد بن جبير قموا المقدسة في صفحة الثانية والأربعين بعد الخمسمائة المفيد يروي إذا قام القائم عليه السلام حكم بالعدل وارتفع في أيامه الجور وأمنت به السبل السبل جمع لسبيل السبل أطرق إذا قام القائم حكم بالعدل وارتفع في أيامه الجور وأمنت به السبل وأخرجت الأرض بركاتها ورد كل حق إلى أهله ولم يبقى أهل دين حتى يظهر الإسلام ويعترف بالإيمان الكلام دقيق ولم يبقى أهل دين حتى يظهر الإسلام ربما يظهر الإنسان الإسلام نفاقا ولكن الخبر هكذا يقول ويعترف بالإيمان أما الاعتراف بالإيمان فهذا يعني تصديقهم ولم يبقى أهل دين حتى يظهر الإسلام ويعترف بالإيمان أما سمعت الله تعالى يقول وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون وحكم بين الناس القائم صلوات الله عليه بحكم داود وحكم محمد صلى الله عليه وآله المطبوع هنا وحكم محمد عليه السلام وهذا منهي عنه هذا سلام أبتر حينما نصلي على رسول الله يجب علينا أن نصلي عليه وآله وحينما نسلم عليه كذلك فهذا سلام أبتر قد يكون الخطأ من الطباعة وحكم بين الناس بحكم داود من مراد من حكم داود حكم داود عنوان في ثقافة الدينية للقضاء الذي لا يعتمد على البينة على الشهود إنه أسلوب في القضاء يحكم وفقا له القاضي بحسب الحقيقة بحسب الواقع لا بحسب ما يظهر على الألسنة أو ما يظهر على الوجوه وحكم بين الناس بحكم داود وحكم محمد صلى الله عليه وآله فحينئذ فحينئذ تظهر الأرض كنوزها وتبدي بركاتها لماذا لعدله لأن العدل هو الذي يفعل هذا مر الكلام علينا في التطابق بين حالة التكوين والتشريع فحينما يكون التشريع الحقيقي مفعلاً مفعلاً على أرض الواقع فإن البركة التكوينية ستكون ظاهرة للعيان وهذه هي قوانين الله وقد تحدث القرآن عن هذه الحقيقة كثيراً مثلما حدثنا رسول الله وآل رسول الله صلوات الله عليهم جميعاً وتبدي بركاتها فلا يجد الرجل منكم يومئذ موضعان لصدقته ولا لبره لماذا؟ لشمول الغنى جميع المؤمنين ومر الكلام علينا في أن إمام زماننا سيجفف منابع الفقر لأن الفقر من أخطر منابع المعصية والجريمة في واقع الحياة البشرية حديث آخر في الصفحة نفسها عن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه إذا قام القائم صلوات الله عليه إذا قام القائم سار إلى الكوفة فهدم بها أربعة مساجد هناك مساجد ملعونة سيقوم الإمام بهدمها إنها المؤسسات البترية اللعينة إنها آثار الأمويين هذا الموضوع بحاجة إلى تفصيل في القول هذا العنوان يشير إلى المساجد الملعونة والمؤسسات الملعونة لأن الإمام سيهدم كل مؤسسات الضلال ومن أبرزها من أبرزها مؤسسات المرجعية البترية مؤسسات المذهب الطوسي القذر إذا قام القائم سار إلى الكوفة فهدم بها أربعة مساجد أتعلمون أن بني أمية بعد أن قتلوا الحسين بنوا مساجد في الكوفة يتقربون بها إلى الله يخدعون الناس بذلك لأنهم تمكنوا من قتل الحسين هناك مساجد ملعونة وهي هي موجودة في زماننا أيضا هناك فضائيات ملعونة هناك حوزات ملعونة هناك مؤسسات للطباعة والتحقيق ملعونة لأنهم ينشرون دين النواصب ينشرون المذهب الطوسي القذر إذا قام القائم سار إلى الكوفة فهدم بها أربعة مساجد فلم يبق مسجد على وجه الأرض له شرف إلا هدمها وجعلها جماء الإمام سيغير هندسة بناء المساجد سيبني المساجد بهندسة إلهية مثل ما يريد محمد وعلي وفاطمة صلوات الله عليهم وعلى آلهم الأطيبين الأطهرين فلم يبق مسجد على وجه الأرض له شرف الشرف الشرف جمع لشرف وهو ما يشرف من البناء على البنايات الأخرى خلاصة الكلام خلاصة الكلام الإمام سيطبق نظاما هندسيا جديدا في بناء المساجد فلم يبق مسجد على وجه الأرض له شرف إلا هدمها وجعلها جماء جماء من دون شرف ووسع الطريق الأعظم الطريق الأعظم هو طريق السابلة الطريق الذي يكون في وسط المدينة الطريق الذي يسير فيه أكثر الناس ووسع الطريق الأعظم وكسر كل جناح خارج في الطريق الذين تجاوز على الطريق الأعظم فإن ما تجاوز به على الطريق الأعظم سيهدم من بناياتهم وكسر كل جناح خارج في الطريق وأبطل الكنف جمع لكنيف والكنف البالوعة بالوعة القذارة وأبطل الكنف التي تكون في الطريق الأعظم وأبطل الكنف هذه الأمور كانت موجودة في البلاد في المدن القديمة وهي من المنغصات من النواقص في بناء المدن الإمام الباقر يتحدث بلسان زمانه هذا يعني أن الإمام سيأتي بهندسة مثالية في الطرق والبناء والمدن والمساجد وفي كل شيء الكلام تقريبي هنا والأمثلة مأخوذة من زمان إمامنا الباقر صلوات الله عليه وأبطل الكنفة والمآزيب والمآزيب هي الميازيب وأبطل الكنفة والمآزيب والمآزيب هي الميازيب والميازيب هي الأنابيب أو المنافذ التي ينزل منها الماء من أعلى البيوت إلى الشوارع وأبطل الكنف والمآزيب إلى الطرقات عندك ماء زائد تدبر شأنه في بيتك هذا هو المرات إذن لا بد من هندسة جديدة في بناء البيوت وتأسيس المدن وتخطيط الشوارع والطرقات وبناء المساجد والمؤسسات الدينية هندسة كاملة هذه ملامح الحياة الفائقة التي تستند إلى حكمة معصومية وإلى عدالة إلهية وأبطل الكنف والمآزيب إلى الطرقات ولا يترك بدعة إلا أزالها ولا سنة إلا أقامها ويفتح قسطنطينية والصين وجبال الديل القسطنطينية عنوان للمدينة العظمى في زماننا إنها الولايات المتحدة الأمريكية إنها واشنطن نيويورك هذه القسطنطينية في زماننا إذا كان الظهور في زماننا فهذه هي القسطنطينية إذا كان في زمان قادم فالعلم عند إمام زماننا مثل ما حدثنا حدثنا الإمام الباقر عن مفردات الحياة في زمانه فإنه كذلك يحدثنا عن العناوين التي تشكل رموزا للقوة والحضارة في زمانه أيضا ويفتح قسطنطينية والصين الإمام هنا يخبرنا من أن الصين ستصبح دولة عظيمة في صناعتها واقتصادها وها نحن نتلمس هذه المعاني الصين في يومنا ليست هي كالصين قبل خمسين سنة الصين صارت صينا جديد ويفتح قسطنطينية والصين وجبال الديلا هذا العنوان يشير إلى روسيا والدول التي معها إنها الاتجاهات الموجودة في العالم الولايات المتحدة الأمريكية ومن معها روسيا ومن معها الصين ومن معها أقوى الاتجاهات في عالمنا اليوم وإذا كان الظهور في زمن قادم بعيد فهذه العناوين ستكون العناوين للاتجاهات القوية في ذلك الوقت ويفتح قسطنطينية والصين وجبال الديلا فيمكث على ذلك سبع سنين مقدار كل سنة عشر سنين من سنيكم هذه ثم يفعل الله ما يشق أبو بصير يقول للإمام الباقر صلوات الله عليه جعلت في ذاك فكيف تطول السنون مثلما يخبرنا إمامنا الباقر عن أن السنين في زمن القائم غير السنين في زماننا فكذلك الحديث عن البناء والهندسة وسائر المفردات الأخرى وهو هو المضمون نفسه بخصوص ذكره لقسطنطينية والصين وجبال الديلا الكلام هو هو في نفس السياق والاتجاه قلت له جعلت في ذاك فكيف تطول السنون قال يأمر الله تعالى الفلك باللبوث وقلة حركة فتطول الأيام لذلك والسنون هذا المعنى هذا المعنى تقريبي إنها إشارة للموضوع الذي حدثتكم عنه تغير المنظومة الزمنية والتي ستظهر آثارها في كل جانب من جوانب الحياة قلت له جعلت في ذاك فكيف تطول السنون قال يأمر الله تعالى الفلك باللبوث بالتوقف وقلة الحركة فتطول الأيام لذلك والسنون قال قلت له لازال أبو بصير يتحدث مع الإمام الباقري صلوات الله عليه قال قلت له إنهم يقولون إن الفلك إن تغير فسد يتحدث عن الفلاسفة وعن علماء الفلك في الزمان الذي كان يتحدث فيه أبو بصير قلت له إنهم يقولون إن الفلك إن تغير فسد فسد النظام قال ذلك قول الزنادق لأنهم جعلوا نظام الطبيعة إلها بدلا من الله هذا هو قول الزنادق فيكون ثابتا دائما لأنه إذا ما تغير فهذا يعني قد بطلت عقيدتهم قال ذلك قول الزنادق فأما المسلمون فلا سبيل لهم إلى ذلك لا سبيل لهم أن يعتقدوا بقول الزنادق وقد شق الله القمر لنبيه أيضا جاء عليه السلام هذه مشكلته وقد شق الله القمر لنبيه صلى الله عليه وآله ورد الشمس من قبله من قبل رسول الله ليوشع بن نون إنه وصي موسى وأخبر بطول يوم القيامة وأنه كألف سنة مما تعدون قطعا هذا في جانب من جوانب يوم القيامة وإلا فإن يوم القيامة أطول من هذا الذي جاء مذكورا في الآية الكريمة لكن الآية تشير إلى جانب إلى حيثية من حيثيات يوم القيامة تلاحظون أن الأحاديث يشرح بعضها بعضا وحينما تتجمع تشكل بناء مرصوصا قويا واضحا وثابتا في المصدر نفسه وفي الصفحة التاسعة والثلاثين بعد الخمسمائة يحدثنا المفيد عن المفضل بن عمار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن قائمنا إذا قام أشرقت الأرض بنور ربها هذا الحديث مر علينا بصياغة أخرى إن قائمنا إذا قام أشرقت الأرض بنور ربها ورب الأرض هو إمامها واستغنى العباد عن ضوء الشمس وذهبت الظلمة هذا تغيير هائل في الحياة هذا التغيير من آثار تغير المنظومة الزمنية أشرقت الأرض بنور ربها واستغنى العباد عن ضوء الشمس وذهبت الظلمة ويعمر الرجل في ملكه حتى يولد له ألف ذكر لا يولد فيهم أنثى ومر الكلام في بيان معنى هذا الكلام إما أن الكلام جاء وفقا لسياق الثقافة المعهودة فالعرب يحبون أن يرزقوا ذكورا فقط وحكاية ذلك طويلة فإما أن الكلام جاء على سبيل الإشارة إلى أن الناس ستنال ما تريد وإلا فإن الكلام ليس منطقيا إذا كان الذين يولدون من الذكور فقط فكيف سيتكاثر الناس أو أن المراد أن الإنسان إذا أراد أن يرزق بذكور فقط فإن ذلك يتحقق له وهناك من يريد أن يرزق بإناث فقط فإن الأمر يتحقق له وهكذا ويعمر الرجل في ملكه حتى يولد له ألف ذكر لا يولد فيهم أنثى وتظهر الأرض كنوزها حتى يراها الناس على وجهها والناس لا تمد أيديها إلى ذلك لأنها منعمة لأنها تعيش رفاها اقتصاديا وتعيش عدالة لا تخاف من الظلم ومن ضياع الحقوق ومن ضياع الفرص لا يخافون من مستقبل سيعيشه أولادهم وأحفادهم وتظهر الأرض كنوزها حتى يراها الناس على وجهها هذه المضامين لا يمكن أن تأتي جزافا من أي إنسان يأتي كي يضع هذا الكلام الذين يتحدثون هؤلاء يحيطون علما بكل هذه الوقائع وتظهر الأرض كنوزها حتى يراها الناس على وجهها ويطلب الرجل منكم من يصله بماله ويأخذ منه زكاته فلا يجد أحدا يقبل منه ذلك استغنى الناس بما رزقهم الله من فضله ولذلك يشاهدون كنوز الأرض على وجهها ولا يلتفتون إليها لأنهم في حالة غنى في حالة غنى مادي جعلهم في حالة غنى نفسي الغنى الحقيقي هو الغنى النفسي مستوى الغنى المادي وطبيعة الغنى المادي في العصر المهدوي سيجعل الإنسان في حالة غنى النفسي الغنى النفسي هو الذي يجعل الإنسان أمينا يجعل الإنسان كريما يجعل الإنسان قنوعا يجعل الإنسان لا يأخذ إلا حقه هذا هو الغنى النفسي من عوامل وجوده أن الإنسان يكون غنيا غنا ماديا لكن بطريقة صحيحة بأسلوب حكيم وفقا لبرنامج اقتصادي قد خطط تخطيطا سليما وهذا ما سيكون عليه الحال في مرحلة الظهور المهدوي هذه ملامح الحياة الفائقة إذن تحقق عندنا من خلال المعطيات تحقق عندنا هذا الأنموذج للصورة الفائقة لمرحلة الظهور المهدوي ما بين قيادة فائقة وبرنامج فائق وطبيعة فائقة ورجال ونساء فائقين وتقنيات فائقة وحياة بأسلوبها وطريقة عيشها ومختلف شؤونها تكون فائقة وفائقة وفائقة نذهب إلى فاصل العنوان السابع وهو العنوان الأخير في مجموعة عنوين الصورة الفائقة لمرحلة الظهور المهدوي منظومة العلاقات الفائقة ومنظومة العلاقات هذه في الحقيقة تمثل روح الحياة تمثل روح مرحلة الظهور هذا الموضوع واسع ومتسع جدا لكنني سأختصر لكم المطالب بقدر ما أستطيع إذن هذا هو عنواننا منظومة العلاقات الفائقة أول علاقة أول علاقة هي علاقتنا بالزهراء صلوات الله وسلامه عليها أنا لا أتحدث عن أمر عاطفي أنا أتحدث عن حقيقة عقائدية هذه معارف القرآن والعترة الطاهرة أنا لا أحدثكم بحديث التأريخ حينما أحدثكم عن العلاقة بالزهراء صلوات الله وسلامه عليها علاقتنا بالزهراء علاقة ربانية لا ترتبط لا بالتأريخ ولا بالعواطف المحدودة المتقلب قطعا التأريخ شأن من شؤون علاقتنا بمحمد وآل محمد والعواطف كذلك لكن الأمور هذه تقع في الحاشية في حاشية الحاشية الحديث هنا حديث الحقائق علاقتنا بالزهراء علاقة ربانية وحينما أقول علاقة ربانية هي مفروضة علينا وجودا وتكوينا بغض النظر أردنا ذلك أم أننا رفضنا ذلك الذين ينكرون وجود الله الله موجود أنكروه لم ينكروا ما قيمتنا أساسا ما قيمتنا نحن إن آمنا بوجوده أو كفرنا بوجوده ما قيمتنا أساسا الله موجود آمنا به كفرنا به موجود برغم آنافنا فحينما أحدثكم عن الحقائق الربانية إنني أتحدث بهذا اللحاظ بهذا المستوى بهذا الاتجاه القضية ما هي بأمر مزاجي ولذلك قلت لكم إنني لا أحدثكم عن شأن تأريخية ولا أحدثكم عن عاطفة جياشة قد تكون في حالة غليان وقد تكون في حالة برود في وقت آخر هذا كلام يوضع في الحواشي إنني أتحدث هنا عن الحقائق الناصعة الزهراء لها مقام الأمومة وأتحدث عن الأمومة الربانية لا أتحدث عن أمومة بشرية الزهراء في أوصافها الزهراء هي أم الحسن والحسين هذا عنوان من عنوينها لكن العنوان هذا له سمة بشرية الزهراء هي أم الأئمة من الحسن المجتبى إلى قائم آل محمد ولكن العنوان لا يخلو من السمة البشرية الزهراء هي أم قائم آل محمد إلا أن العنوان لا يخلو من السمة البشرية الزهراء هي أم المؤمنين أصالة أصالة بينما نساء النبي أمهات المؤمنين عارضا فإن زوجات النبي إذا ما طلقهن رسول الله خرجن عن هذا الوصف فعنوان الأمومة عندهن عرضي أما عند فاطمة عنوان أمومة المؤمنين بالأصالة وعندها العنوان بالأصالة فقط ولا يوجد عند غيرها هناك أم واحد أم المؤمنين بنحو الأصالة والحقيقة هي فاطمة وهذا العنوان أيضا هذا العنوان لا يخلو من سمة بشرية من جهتنا فنحن بشر وننسب إليها ننسب إليها تشريفا ننسب إليها لأننا من طينتهم قولوا ما تشاءون لا أريد أن أدخل في التفاصيل فأنا حينما أتحدث عن أمومة الزهراء لا أتحدث عن هذه العناوين هذه العناوين بقضها وقضيضها لا تخلو من السمة البشرية لكن عنوانا واضحا يخلو من السمة البشرية أم أبيها أم أبيها لن تكون البنت أما لأبيها في النطاق البشري لا يقول قائل من أن العرب تقول للبنت التي تكون عزيزة عند أبيها من أنها أم أبيها إذا كان هذا الكلام موجودا عند العربي فهو بحسبهم أنا أتحدث هنا بحسب محمد صلى الله عليه وآله هو الذي يقول عن فاطمة بأنها أمه بأنها أم أبيها حكاية جميلة تنقل عن الأصمعي جاءه أحدهم فقال يا أصمعي ما معنى الغين هنا الغين بالنون ما معنى الغين في هذا الحديث إنه حديث معروف بين المسلمين ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وإنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر في اليوم والليلة سبعين مرة فقال يا أصمعي ما معنى الغين ليغان على قلبي أجابه إجابة طريفة وذكية فقال الأصمعي إذا كان القلب قلب محمد صلى الله عليه وآله فإني لا أعرف معنى الغين وإذا كان القلب قلبك وقلبي فإن الغين لغة في الغيم والمراد هنا الغم إذا كانت العرب تقول ما تقول فذلك شأنها أنا أحدثكم هنا عن شأن محمد الأعظم عن شأن محمد الأعلى عن شأن محمد الأكبر عن شأن محمد الأفضل عن شأن محمد الأجمل عن شأن محمد الأكمل أحدثكم عن هذا فحينما وضع هذا العنوان للزهراء صلوات الله عليها من أنها أم أبيها هذا العنوان على الأقل بحسب ما أعتقد يخلو من السمة البشرية الإشارة واضحة إنها الأمومة الربانية والتي تحدث عنها القرآن إنها سورة الزخرف حاميم وفي تفسيرهم لقرآنهم هذا رمز لمحمد صلى الله عليه وآله في الأديان السابقة والرواية عن إمامنا الكاظم ذكرت لنا من أن هذا الرمز كان في ديانة هود النبي حاميم والكتاب المبين في تفسيرهم لقرآنهم فإن الكتاب المبين عنوان لعلي لا أبالي لا أبالي بهراء سقيفة بني ساعد ولا أبالي بخراء سقيفة بني طوس هذا هو تفسيرهم لقرآنهم صلوات الله عليه حاميم حاميم والكتاب المبين الكتاب المبين علي إن جعلناه جعلنا الكتاب المبين الضمير يعود على الأقرب والسياق واضح حاميم حاميم والكتاب المبين الآية ما قالت إنا جعلناهما حتى يكون الكلام عن محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما قالت قالت إنا جعلناه حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه جعلنا الكتاب المبين الكتاب المبين الحقيقة العلوية وحاء ميم الحقيقة المحمدية فالحاء تشير إلى الحقيقة والميم تشير إلى المحمدية وهذا العنوان لا يضحكون عليكم يقولون لكم من أن أول من قال به ابن عربي ألا لعنة الله على ابن عربي هذا العنوان أتحدث عن نفسي إنني تعلمته من أبي طالب صلوات الله عليه تعلمته من أبي طالب صلوات الله عليه أبو طالب تحدث عنه في الجاهلية إنني أخذته من هناك وليس من ابن عربي لعنة الله عليه إنني أقصد ابن عربي الصوفي إنه صاحب الفتوحات المكية إنني أقصد هذا فهناك أكثر من شخص في علماء السقيفة بني ساعدة يقال له ابن عربي أنا أقصد هذا الصوفي اللعين فالحاء إشارة إلى الحقيقة والميم إشارة إلى المحمدية حاء ميم محمد في الكتب السالفة وهو عنوان وإسم ورمز للحقيقة المحمدية للنور الأول الذي خلقه الله سبحانه وتعالى والكتاب المبين عنوان للحقيقة العلوية إنا جعلناه عملية جعل إنها عملية ظهور هذا الكتاب المبين هذه الحقيقة العلوية جعلت مصحفا كهذا المصحف الذي بين يديه جعلت ألفاظا إنها آيات هذا المصحف إنا جعلناه قرآن عربية وإلا فإن الحقيقة العلوية لا تصف بأنها عربية أو أعجمية إنها حقيقة متسعة إنها حقيقة كلية لا تصف بأنها عربية أو أعجمية وإنما جمل القرآن هذا توصف بأنها عربية فالكتاب المبين ما هو بعربي ولا هو بأعجمي العربية والأعجمية هذه آثار ترابية تناسب هذا العالم الذي نحن فيه أما الحقيقة المحمدية الحقيقة العلوية الكلام هنا لا علاقة له بهذه الآثار والتبعات والإضافات التي نحن نعيش فيها وبينها في عالمنا التراب إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون لعلكم تعقلون وهل تعقلون وخاطب نفسي وغيري وهل تعقلون إنا جعلناه قرآنا عربيا هذه عملية جعل عملية ظهور وإنه وإنه هذا القرآن هذا الكتاب المبين الذي تجلى في صورة القرآن لأجلنا بسياق لغوي عربي لكنه تجلى في أم الكتاب بحقيقة أخرى بحقيقة علية حكيمة وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم هناك أمومة سنبحث عن هذه الأمومة في الكتاب الكريم نفسه قطعا ما ردنا الأول والأخير إلى تفسيرهم لقرآنهم هناك الكتاب المبين الحقيقة العلوية الكلية وهناك القرآن المتجلي من الحقيقة العلوية تجلى لنا في عالمنا الترابي بهذه الصياغات اللفظية لعلنا نعقل لعلنا إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون أما حقيقة القرآن هذه وهي من مجال الحقيقة العلوية فرقوا فرقوا هذه المضامين والحقائق لا يمكن للإنسان أن يدركها من دون أن يعمل بهاتين القاعدتين القاعدة الأولى حفظ المقامات لا بد أن نحفظ لكل مقام خصائصه وشؤونه القاعدة الثانية قاعدة الحيثيات لا بد أن نحافظ على كل حيثية في دائرة اتجاهها من دون أن تختلط الحيثيات وإلا فإننا سنقع في الضلال وفي الجهل والجهالة فليس هناك من معرفة حينئذ دقق النظر في هذه الكلمات حاميم إشارة إلى الحقيقة المحمدية والكتاب المبين عنوان للحقيقة العلوية إنا جعلناه هناك مظهر من الكتاب المبين هذا المظهر يقال له قرآن وهذا القرآن تجلى لنا بصياغة لفظية عربية لعلنا نعقل لعلنا إنا جعلناه قرآنا عربية لعلكم تعقلون وإنه وإنه وإن القرآن وإنه وإن القرآن الكلام هنا ليس عن الكتاب المبين الكلام هنا عن القرآن الذي تجلى من الكتاب المبين تجلى لنا في عالمنا الترابي بصيغة لفظية عربية ولكنه تجلى في أم الكتاب هناك حقيقة لها أمومة هذه الأمومة الربانية التي أتحدث عنها وأشرت إليها قبل قليل وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم هذا الذي تجلى وظهر في أم الكتاب حقيقة القرآن حقيقة القرآن وحقيقة القرآن أصلها 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 وجوهرها من الحقيقة العلوية من الكتاب المبين إذن هناك ثلاثة عنوين في هذه الآيات هناك الكتاب المبين الحقيقة العلوية الكلية وهناك القرآن الذي رسم في هذا المصحف الظهور اللفظي العربي إنا جعلناه قرآنا عربي لعلكم تعقلون وهناك القرآن الأصل الذي ظهوره في عالم التراب في هذا المصحف هناك القرآن الأصل الذي تجلى من الحقيقة العلوية الكلية فأين ظهر هذا القرآن الأصل لقد ظهر في أم الكتاب هذه الحقيقة التي لها أمومة ربانية وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم بنحو سريع بنحو سريع إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان للمحدث القمي وإنني أختار هذا الكتاب دائما لأنه متوفر في بيوتكم متوفر على أجهزتكم الألكترونية موجود في المساجد والحسينيات والمزارات إنها الزيارة المطلقة السادسة بحسب تبويب مفاتيح الجنان من زيارات أمير المؤمنين هكذا نسلم عليه على سيد الأوصياء السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات والمعجزات القاهرات وفي بعض النسخ الزاهرات والمعجزات القاهرات الزاهرات والمنجي من الهلكات الذي ذكره الله في محكم الآيات فقال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم السلام على اسم الله الرضي ووجه المضي وجنبه العلي ورحمة الله وبركاته هذه جمل من الزيارة السادسة المطلقة من زيارات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الذي ذكره الله في محكم الآيات فقال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم هذا الكلام يخبرنا عن جانب من الحقيقة لأن الحقيقة واضحة في آيات القرآن الآية تشير إلى أمير المؤمنين لكنها لا تشير إلى الحقيقة العلوية الكلية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو الاسم الأعظم للحقيقة العلوية الكلية والكلام هو أنا لا أريد أن أطيل الوقوف عند كل صغيرة وكبيرة هذه الزيارات جاءت بلسان المدارات إنها الزيارة السابعة المطلقة من زيارات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه السلام على النبأ العظيم السلام على من أنزل الله فيه وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم الكلام هو هو في دعاء الندبة الشريف ونحن نخاطب إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه يبنى الصراط المستقيم هذه أسماء علي هذه الأسماء أسماء علي على نحو الحقيقة ليس مجازا ولا استعارة ولا كناية هذا هو علي يبنى يبنى الصراط المستقيم يبنى علي يبنى النبأ العظيم يبنى علي يبنى من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم هذه المضامين واضحة في زياراتنا وأدعيتنا ورواياتنا وأحاديثنا أعود إلى سورة الزخرف حاميم والكتاب المبين لأعتذر من التكرار ربما يتعب التكرار بعضكم لأعتذر من التكرار لأنني أريد لهذه المطالب أن تفهم وأن تفهم بدقة فهذه المطالب إما ألا تسمعوا بها مطلقا لأنها مرفوضة مرفوضة عند أصحاب العمائم وإذا ما أراد أحد أن يتفيقها كي يتحدث في مثل هذه المطالب فهو لا يدركها ولا يفهمها هناك من يتحدثون بمثل هذه الأحاديث لا يحيطون علما بها لأنهم يأخذونها من العرفانيين أو من المتصوفة ومن أمثال هؤلاء مصادر المعرفة محصورة بمصدرين بقرآن محمد وآل محمد بحسب تفسيرهم وبحديثهم صلوات الله عليهم بحسب تفهيمهم ولا يوجد مصدر ثالث وبحسب علمي لا يوجد أحد يتبنى هذا المنهج وبحسب علمي لا يتحدث أحد في الفضائيات أو على المنابر أو في الدروس أو في الحوزات بهذا المنطق ولذا فإنني أكرر وأكرر وأكرر لأجل أن تكون هذه المطالب واضحة وبينة والمشكلة مشكلتكم الأمر راجع إليكم تريدون أن تتفقه في دينكم فهذا هو دين العترة إن كنتم تقولون بأنه دينكم حاميم والكتاب المبين إنها الحقيقة العلوية الكلية النور الثاني خلق النور الأول ثم خلق النور الثاني النور الأول الحقيقة المحمدية النور الثاني الحقيقة العلوية الكلية حاء ميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون هذا هو المصحف مجلا من مجال القرآن الذي هو من مجال الحقيقة العلوية المجل الأعلى للقرآن وهذا الذي تتحدث عنه الآية الرابعة بعد البسملة من سورة الزخرف وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم إذن هناك حقيقة تجتمل على معنى الأمومة الربانية هذه أمومة ربانية سنذهب إلى سورة الدخان بعد البسملة حاء ميم والكتاب المبين إنها هي هي العناوين التي مرت علينا في سورة الزخرف حاء ميم والكتاب المبين إنها أنزلناه في ليلة مباركة الضمير هو هو يعود على الكتاب المبين إنها أنزلناه في ليلة مباركة إنها كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم ماذا نقرأ في تفسيرهم لقرآنهم هذا هو الكاف الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران إنه الجزء الأول في الصفحة الخامسة والأربعين بعد الخمسمائة من الحديث الرابع من الباب الذي عنوانه باب مولد أبي الحسني موسى بن جعفر صلوات الله عليه الرواية عن إمامنا الكاظم طويلة أذهب إلى موطن الحاجة حيث يفسر إمامنا الكاظم هذه الآيات من سورة الدخام أما حائم فهو محمد صلى الله عليه وآله وهو في كتاب هوت الذي أنزل عليه وهو منقوص الحروف منقوص الحروف يعني أنه رمز لأن الرموز لا تصرح بكامل الأسماء وبكامل العناوين إنها رموز مراد الإمام من أنه منقوص الحروف لأنه رمز رمز يشير إلى محمد صلى الله عليه وآله بل يشير إلى الحقيقة المحمدية العظمى أما حائميم فهو محمد وهو في كتاب هود الذي أنزل عليه وهو منقوص الحروف وأما الكتاب المبين فهو أمير المؤمنين علي 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 إمامنا هو الإسم الأعظم للحقيقة للحقيقة العلوية الكلية وأما الكتاب المبين فهو أمير المؤمنين علي وأما الليلة ففاطمة ففاطمة الليلة فاطمة هذه الليلة فاطمة هي الليلة التي عنوانها في سورة الزخرف عنوانها أم الكتاب دقق النظر في الآيات فيها يفرق كل أمر حكيم هذه هي أم الكتاب هذه هي أم الكتاب ماذا نقرأ في سورة الزخرف وإنه وإن مجلى القرآن الأعلى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم المجلى القرآني في أم الكتاب مجلا علي حكيم موصوف بأنه حكيم فهو أعلى الأمور وأجلاها هذه الليلة المباركة فيها يفرق كل أمر حكيم ومجل القرآن هناك مجلا علي حكيم هو أعلى هو أعلى المجال وأعظمها حكمة تدبروا في آيات سورة الزخرف حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربية لعلكم تعقلون هذا الكلام يخصنا يخص الترابيين أما النورانيين فالكلام هنا وإنه وإن مجل القرآن الحقيقي وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم حاميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن كنا مرسلين وهذا يقودنا يقودنا بنحو مباشر إلى سورة القدر إلى سورة القدر التي هي نسبة محمد وآل محمد في القرآن بحسب أحاديث العترة الطاهرة فسورة التوحيد نسبة الله في القرآن نسبه المراد من النسبة النسب الصفة فسورة التوحيد نسبة الله في القرآن وسورة القدر نسبة محمد وآل محمد صلوات الله عليه بعد البسملة إن أنزلناه في ليلة القدر الكلام هو هو هذه الآيات مترابطة متوافقة متسقة ماذا يقولون في تفسيرهم لقرآنهم إنني أقرأ عليكم من تفسير فرات الكوفي وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية وقد تعرض لتحريف وتصحيف كبيرين هذه طبعة دار الكتاب الإسلامي فرات الكوفي كان معاصرا للكليني لا نعرف بالضبط تعريخ وفاته لكنه في تلك الفترة وهذا يبدو لنا من القرائن من التحقيق في مختلف الزوايا التي تتعلق بهذا الكتاب وبالمؤلف في صفحة الحادية والثمانين بعد الخمسمائة إنه الحديث الثاني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن أنزلناه في ليلة القدر الليلة فاطمة والقدر الله قد يستغرب مستغرب فيقول فهل أن القدر من أسماء الله هناك في ثقافة العترة الطاهرة هناك أسماء لله سبحانه وتعالى حدثونا عنها على سبيل المثال رمضان رمضان من أسماء الله سبحانه وتعالى ولذا ورد النهي عن ذكره أن نقول جاء رمضان وذهب رمضان نتحدث عن شهر رمضان يفترض أن نقول جاء شهر رمضان وذهب شهر رمضان وإنني صمت شهر رمضان وقد ورد عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن من ذكر رمضان من دون شهر يترتب عليه أن يدفع صدقة وأن يصوم كفارة لذلك هذا الأمر كما يبدو من الروايات بنحو الاستحباب على أي حال أنا لا أريد أن أخوض في كل صغيرة وكبيرة ففي أحاديثنا رمضان من أسماء الله سبحانه وتعالى وفي أحاديثنا كلمة آه التي يطلقها المريض والمتألم هي الأخرى من أسماء الله سبحانه وتعالى وكذلك القدر الذي جاء مذكورا في سورة القدر من أسماء الله سبحانه وتعالى هذه ثقافة العترة أنا لا أبوهلي بما يتحدث عنه أتباع السقيفتين لا شأن لي بهم هذه ثقافة العترة الطاهرة إنا أنزلناه في ليلة القدر الليلة فاطمة والقدر الله فليلة القدر هي ليلة الله فاطمة ليلة الله الكلام واضح واضح جدا إمامنا الصادق يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر الليلة فاطمة والقدر الله فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر وإنما سميت فاطمة لأن الخلق فطم عن معرفتها ولذلك هي ليلة الليلة ظلام فاطمة حقيقة نورية إنها الزهراء الزهرة المزهرة في عالم الأنوار إنها نور عند الله وعند آل الله وإنها نور حينما نواليها ونتبرأ من أعدائها بحدود فهمنا لكننا إذا اقتربنا من معرفة حقيقتها وكنهها فإنها ظلام في ظلام في ظلام هي ليلة هي ليلة الله وإنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها قطعوا قطعوا هذا الظلام ما هو بظلام حقيقة فاطمة هذا ظلام عقولنا هذا الظلام الذي يحول فيما بيننا وبين معرفة فاطمة قصور وتقصير في ذواتنا إن أنزلناه في ليلة القدر إلى أن تقول السورة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر من كل أمر ومجل القرآن هو أعظم أمر يمكننا أن نتحدث عنه في هذه المستويات من المعرفة وفي هذه المجار من العقائد ومن نور فقه حديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نذهب إلى فاصل وأعود وأقول اجمعوا بين هذه الآيات وتدبروا فيها وتذكروا ما قرأته عليكم من تفسيرهم لقرآنهم هكذا نحن نطبق مضامين بيعة الغدير فإننا نعود إلى قرآنهم نتدبر في قرآنهم بحسب ما فسروا لنا قرآنهم في سورة الزخرف هكذا نقرأ في الآية الأولى بعد البسملة إلى الآية الرابعة حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربية لعلكم تعقلون الحديث عن المصحف جاء هنا في سورة الزخرف لكن في سورة الدخان وفي سورة القدر لم يأتي الحديث عن المصحف حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربية لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وفي سورة الدخان حاميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين مثل ما قال إمامنا الكاظم صلوات الله عليه كما قرأت عليكم من الكاف الشريف حاميم محمد صلى الله عليه وآله والكتاب المبين علي والليلة المباركة فاطمة صلوات الله على علي وفاطمة وآلهما الأطيبين الأطهرين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وفي سورة القدر إنا أنزلناه الضمير هو هو ماذا أنزلنا ألا يفترض أن شيئا يكون مذكورا قبل هذا الكلام حتى يعود الضمير عليه إنا أنزلناه أنزلنا ماذا أنزلنا حقيقة القرآن التي أشير إليها في سورة الزخرف وإنه في أم الكتاب هي هي الحقيقة القرآنية التي أشير إليها في سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة هذا الضمير يعود على الحقيقة القرآنية التي ذكرت في السورتين المتقدمتين وإلا فهذا الضمير يعود على أي شيء بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه الضمير يعود على ماذا إنه يعود على الحقيقة القرآنية التي هي مجلا من مجال الحقيقة العلوية وليلة القدر هي ليلة لها الأمومة ولذا فإنها خير من ألف شهر خير من ألف شهر فهذه الليلة هي أم الأيام وهي أم الأشهر وهي أم السنين ولذا هي جامعة لكل ذلك فهي الأم هي الأصل الأم تعني الأصل ليلة القدر خير من ألف شهر هذه الليلة هي الأم إنها الأمومة الربانية فاطمة علاقتنا بها تكون مبتنية وفقا لهذا المعنى فاطمة تمثل مقام الأمومة الربانية هي أمنا الربانية صلوات الله عليها وأنا أتحدث عن التكوين قبل التشريع أنا أتحدث عن علاقتنا بالله سبحانه وتعالى علاقتنا بالله سبحانه وتعالى تبتني على هذه العقيدة تبتني على هذا المضمون وهناك شأن آخر من شؤون علاقتنا بفاطمة هذا الشأن الأول الأمومة الربانية الشأن الثاني القيمومة الإلهية قيمومة إلهية القيمومة الإلهية إنها سورة البينة وتأتي مباشرة بعد سورة القدر فسورة القدر عنوان لفاطمة ولذا هي نسبة محمد وآل محمد فاطمة عنوانهم في حديث الكساء اليماني الشريف حين سأل جبرئيل رب العالمين عن الذين تحت الكساء فماذا أجابه قال هم فاطمة وأبوها ينسب إليها لأنها الأم لها مقام الأمومة هم فاطمة وأبوها وبعلها ينسب إليها وبعلها وبنوها الكلام واضح واضح حديث الكساء اليماني هذا ضعيف السنة ضعيف السنة بحسب خرائم راجعكم في النجف وكربلا ضعيف السنة ضعيف السنة ألا لعنة الله على حوزته ألا لعنة الله على دينه وعلى عقائده وعلى كل قذاراته فسورة القدر هي سورة فاطمة صلوات الله عليها وهي هي هذه السورة كما جاء في أحاديثهم هي نسبة محمد وآل محمد وفاطمة عنوان نسبتهم هؤلاء هم أصحاب الكساء فاطمة وأبوها وبعلها وبعلها وبنوها إنها أم أبيها بما يناسب شأن محمد صلى الله عليه وآله وما يناسب شأن فاطمة صلوات الله عليها فبعد سورة القدر تأتينا سورة البينة وهي سورة الشيعة هي سورة الشيعة هذا العنوان الذي جاء في هذه السورة واضحا يتحدث عن خير البرية إنهم شيعة فاطمة هؤلاء هم خير البرية شيعة فاطمة أما شر البرية فهم أعداء فاطمة نذهب إلى الآية الخامسة بعد البسملة من سورة البينة وما أمروا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قلت لكم إنها قيمومة إلهية إلهية فإن الله يتحدث عن دينه ونسب الدين إلى اسمه الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة من هي هذه القيمة التي ينسب دين الله إليها القيمة عنوان أنثوي حقيقة مؤنثة من هي هذه من هي هذه التي ينسب الله دينه إليها دعوني من هراء سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي من أن المراد من القيمة هنا الكتب الكتب القيمة التي أشير إليها في الآية الثالثة فيها كتب قيمة هل يكون السياق متسقا فيها كتب قيمة وذلك دين القيمة يعني أنه دين الكتب القيمة أي هراء هذا لا شأن لنا بهذا الهراء بحسب تفسيرهم لقرآنه الرواية عن باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه قال القيمة فاطمة فاطمة حتى لو لم ترد هذه الرواية عن باقر العلوم من هي هذه المرأة في زمان النبي في زمان نزول القرآن التي ينسب الله دينه إليها من هي من هي هل يوجد غير فاطمة هل يستطيع أحد منكم أن يرشح غيرها هي 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 التي يقول الله عنها في حديث الكساء اليماني الشريف فاطمة وأبوها وبعلها وبنها مثلما نسب محمد إليها هنا ونسب علي إليها الله سبحانه وتعالى ينسب دينه إليها ما هو دينه محمد وعلي الدين محمد وعلي هل يوجد شيء يقال له دين لا يعنون بهذا العنوان ديننا محمد وعلي صلى الله عليهما وأهلهما ما هو هذا ديننا فمثلما نسب الله محمدا وعليا إليها في حديث الكساء اليماني الشريف نسب الدين إليها في كتابه الكريم وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة أبو جعفر الباقر يقول القيمة فاطمة هي في سورة الإسراء في الآية التاسعة بعد البسملة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام لماذا جاء الضمير مؤنثا عدوا إلى الآيات في سورة الزخرف وفي سورة الدخان وفي سورة القدر فإن الآيات ربطت القرآن بما هو مؤنث في سورة الزخرف ربطت القرآن بأم الكتاب وفي سورة الدخان ربطت القرآن بليلة مباركة وفي سورة القدر ربطت القرآن بليلة القدر والليلة فاطمة والقدر الله لقد ارتبط القرآن في تلك السور بحقيقة مؤنثة وها هو يتحدث عن الحقيقة نفسها إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام وماذا بعد ويبشر المؤمنين يبشر المؤمنين بهذه الحقيقة الأقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون صالحات أن لهم أجرا كبيرا إذا ذهبنا إلى سورة الشورى وإلى الآية الثالثة والعشرين بعد البسملة ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات دقيقوا النظر معي في الآية التاسعة بعد البسملة من سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام إلى الحقيقة التي توصف بأنها الأقوام ويبشر المؤمنين الذين يؤمنون بهذه الحقيقة المؤنثة للتي هي أقوام ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ذلك الذي في سورة الشورى في الآية الثالثة والعشرين بعد البسملة ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات أين مدار هذه البشائر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة العنوان الأول للقربة فاطمة العنوان الأول فاطمة 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 برغم آناف الجميل هل يستطيع أحد أن يقول من أن فاطمة ما هي بالعنوان الأول في القربة في هذه الآية إلا أن يكون كاذبا إلا أن يكون مكابرا معاندا ونحن لا كلام لنا مع هؤلاء حقائق القرآن ناطقة بنفسها والآيات دالة على نفسها بنفسها وفاطمة لا تحتاج لكلام ولا لكلام غير ها هو الله يتحدث عنها فاطمة كل القرآن يتحدث عنها فهل تحتاج لبياني أو حديثي إن هذا القرآن يحدي للتي هي أقوى اجمعوا بين الآيتين اجمعوا بين الآيتين وعودوا إلى المضامين المتقدمة والتي أساسها تفسيرهم لقرآنهم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا كل البشائر هنا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ومن يقترف حسنة بحسب تفسيرهم لقرآنهم إنه التسليم لأمرهم ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة إن الله غفور شكور نذهب إلى فاصل في حديث المعرفة بالنورانية وأذكركم أن تفرقوا بين أن تقول المعرفة النورانية تلفظ هكذا المعرفة النورانية ولكن الكلام هنا عن النورانية النورانية هنا سبب لتحصيل المعرفة العلوية حديث المعرفة بالنوراني هذه باء السببية إذا أردنا أن نصف المعرفة فهي معرفة نورانية نسبة إلى النور لكننا هنا نتحدث عن معرفة بالنورانية النورانية نسبة إلى التنوير هم ينورون نا هذا البيان تحدثت به في برامج سابقة حديث المعرفة بالنورانية إنما أقول هذا لأن بعض الحمير يقولون من أن اللفظ ليس صحيحا اللفظ صحيح حينما نقول حديث المعرفة بالنورانية لن يتحدث عن حمير النجف وكربلاء هذا هو الجزء السادس والعشرون من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في صفحة الأولى إنه الحديث الأول حديث طويل وبالمناسبة بحسب علم القنادر الطوسي علم الرجال فهذا الحديث ضعيف جدا لكنه من درر الأحاديث العلوية تعرض لبعض التصحيف لكن الحقائق واضحة وواضحة جدا فيه سلمان وأبو ذار يطلبان من الأمير أن يحدثهم بحديث المعرفة بالنورانية الإمام يقول له يا سلمان ويا جندب جندب هو أبو ذار يمكن أن تلفظ جندب ويمكن أن تلفظ جندب يا سلمان ويا جندب قال لبيك يا أمير المؤمنين قال معرفتي بالنورانية معرفة الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل معرفتي بالنورانية وهو الدين الخالص الذي قال الله تعالى وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين لفظة الدين سقطت في الطبارة وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفا ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيم فمعرفة علي من النورانية النورانية هو هو دين القيمة المضامين التي مرت حينما تتمازج حقائق القرآن مع أم الكتاب في سورة الزخرف وحينما تتمازج حقائق القرآن مع الليلة المباركة في سورة الدخان وحينما تتمازج حقائق القرآن مع ليلة القدر في سورة القدر كلامهم هو هو آيات قرآنهم أحاديث تفسيرهم ما بيّنوه لنا من الحقائق منظومة متسقة مستوسقة كاملة من دون نقص ألا لعنة على حوزة النجاث ألا لعنة على المنهج الطوسي القدر أعيد قراءة كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مع سلمان وأبي ذار يا سلمان ويا جند قال لبيك يا أمير المؤمنين قال معرفتي بالنورانية معرفة الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل معرفتي بالنورانية وهو الدين الخالص الذي قال الله تعالى وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيم إلى أن يقول أمير المؤمنين في الحديث نفسه في الصفحة الثالثة فمن استكمل معرفتي فمن استكمل معرفتي فهو على الدين القيم كما قال الله تعالى وذلك دين القيم هذا التأكيد هذا التأكيد والتركيز من سيد الأوصياء على ذكر دين القيم لأن دين العترة هو دهن القيم وهو دينه الله هو دين محمد صلى الله عليه وآله هذا المضمون الذي يتجلى واضحا في زيارتها الشريفة ودائما أقرأ هذه الكلمات أكررها دائما لأن هذا ديني هذا هو ديني ولا أبالي بالأخرين ماذا يقولون هذا هو ديني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان من زيارة الصديقة الكبرى نخاطبها نخاطب أم الحسن والحسين وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه هذا هو ديننا محمد وعلي فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما يعني أن تصديقنا لمحمد وعلي لا قيمة له من دون تصديقنا لفاطمة ومن دون أن تصدق تصديقنا لهما هذا هو ديننا أن نصدق أن نصدق محمدا أولا أن نصدق علي ثانيا أن نصدق فاطمة ثالثا وهؤلاء هم أئمة الأئمة مجرى ديننا حولهم أن نصدق محمدا أن نصدق علي أن نصدق فاطمة لكن الأمر لا ينتهي حتى لو صدقنا فاطمة لابد أن تصدق فاطمة على تصديقنا لمحمد وعلي وهذا هو معنى الصديقة الكبرى وَزَعَمْنَا أَنَّا لَكِ أَوْلِيَاءَ وَمُصَدِّقُونَ وَصَابِرُونَ لِكُلِّ مَا أَتَانَا بِهِ أَبُوكِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَأَتَا بِهِ وَصِيُّهِ فَإِنَّا نَسْأَلُكِ إِنْ كُنَّا صَدَّقْنَاكِ إِنْ لَا أَلْحَقْتِنَا بِتَصْدِيقِنَا لَهُمَا لأي شيء لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك فنحن على النجاسة ما لم تصدق فاطمة تصديقنا لمحمد وعلي هذا هو الدين الذي يريده محمد وعلي هذا هو دين القائم المهدي هذا هو الدين المهدوي الذي يطلب منا في عصر الغيبة وفي عصر الظهور ومن هنا فإنني أحدثكم عن منظومة العلاقات الفائقة وأول علاقة فائقة لا بد أن نتوجه بعقولنا وقلوبنا باتجاهها إنها العلاقة مع الزهراء صلوات الله وسلامه عليها نذهب إلى فاصل هذا هو ديننا المهدوي الأصيل إنني أقرأ عليكم من الجزء الثالث والخمسين من بحار الأنوار للمجلس والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان من الحديث المرقم بالرقم التاسع إنها رسالة من إمام زماننا إلى الشيعة يتحدث فيها عن أولئك الذين أنكروا إمامته ويجعلوا من فاطمة أسوة له لأن الأمة أنكرت إمامتها الشيعة ينكرون إمامتها فبعد أن تحدث عن أولئك المنكرين لإمامته صلوات الله وسلامه عليه إمام زماننا يقول إنني أقرأ عليكم من الصفحة الثمانين بعد المئة وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لي أسوة حسنة فمثلما أنكروا إمامتها أنكروا إمامتي فزهراء أسوة لإمام زماننا كيف يجعلها أسوة إن لم تكن إماما كيف يجعلها أسوة إن لم تكن إمامتها مقدمة على إمامته لأنها إمام الأئمة محمد صلى الله عليه وآله إمام علي وفاطمة والأئمة من الحسن المشتبى إلى قائم آل محمد محمد إمام الجميع وعلي إمام فاطمة والأئمة من ولدها من المشتبى إلى القائم وفاطمة إمام الأئمة من ولدها مثل ما يقول إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه نحن حجج الله على العباد نحن حجج الله على الخلق وفاطمة أمنا حجة علينا وفي ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لأسوة حسنة هذه أسوة إمام زماننا هذه أسوة إمام زماننا فكيف لا تكون سيدتنا وكيف لا تكون إماما من أئمتنا هذا هو الذي أحدثكم عنه أحدثكم عن شؤون إمامة فاطمة إنها الأمومة الربانية إنها القيمومة الإلهية والكلام لا يقف عند هذا الحات هذا شيء من نزر يسير في حواش أثنية جلال مقامات فاطمة صلوات الله وسلامه عليها إمام زماننا مثل ما هي أسوته يجعلها العنوان الأولى في الرسالة الأولى التي يبعث بها إلى الناس يبعث بها إلى أهل مكة إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار للمجلس الطبعة هي الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة السابعة بعد الثلاثمائة إنه الحديث الحادي والثمانون حينما يرسل رسوله إلى أهل مكة والذي سيذبح بين الركن والمقام نعرفه في الروايات بأنه النفس الزكية إمام زماننا يرسل رسوله النفس الزكية والرسالة هي هذه إننا أهل بيت الرحمة إننا أهل بيت الرحمة ومعدن الرسالة والخلافة ونحن ذرية محمد وسلالة النبيين العنوان الأول في ذرية محمد فاطمة صلوات الله عليه فاطمة العنوان الأول في ذرية محمد قبل الحسن والحسين قبل السجاد والباقر قبل سائر أئمتنا قبل قائم آل محمد هؤلاء ذرية محمد نبينا الأعظم هو الذي يقول وهذه الأحاديث بالمناسبة موجودة في كتب الشيعة وكتب السنة كل نبي ذريته من صلبه وذريتي من صلب علي وفاطمة ولذا إننا نخاطبهم دائما يا أبناء رسول الله وهم يحبون هذا الخطاب نحن نخاطب أئمتنا يا أبناء رسول الله لأن النبي هو الذي قال لنا صلى الله عليه وآله كل نبي ذريته من صلبه وذريتي من صلب علي وفاطمة ولكن فاطمة تبقى العنوان الأول في ذرية محمد صلى الله عليه وآله قائم آل محمد ذرية محمد ولكنه يأتي بعد فاطمة فحينما يقول هنا ونحن ذرية محمد إنه يتحدث عن فاطمة أولا وبعد ذلك يتحدث عن آبائه وأجداده وعن نفسه إننا أهل بيت الرحمة ومعدن الرسالة والخلافة ونحن ذرية محمد وسلالة النبيين أول عنوان في سلالة محمد فاطمة صلى الله عليه وآله نحن نتحدث عن إمام معصوم حينما يطلق الألفاظ يطلقها على أكمل وجه كلامه كلام معصوم لا يشتبه ولا ينسى والدقة دقة معصومية فحينما يقول نحن ذرية محمد وسلالة النبيين إنه يتحدث عن فاطمة أولا ما تحدث عن أمير المؤمنين ما تحدث عن أمير المؤمنين فإن أمير المؤمنين ما هو من ذرية محمد إنه نفس محمد صلى الله عليه وآله لماذا لم يتحدث عن أمير المؤمنين لأنه يريد أن يتحدث عن فاطمة عن ظلامة فاطمة الظلامة التي جرت على فاطمة جرت آلامها على قلب علي بنحو هو أكثر مما جرى على فاطمة نفسها ظلامة فاطمة هي ظلامة علي علي هو المظلوم وآلام فاطمة هي آلام علي إلا أن إمام زماننا هنا يتحدث عن فاطمة لأنها العنوان الأول في الدولة المهدوية التي يجب أن تكون العلاقة الفائقة معها وهذا هو الذي كنت أحدثكم عن إن أهل بيت الرحمة ومعدن الرسالة والخلافة ونحن ذرية محمد وسلالة النبيين وأننا قد ظلمنا واضطهدنا هل تعتقدون أن صاحب الزمان يتحدث عن ظلامته ولا يتحدث عن ظلامة فاطمة إنه العنوان الأول في ثقافة العترة الطاهرة وأننا قد ظلمنا واضطهدنا وقهرنا وابتز منا حقنا منذ قبض نبينا منذ قبض نبينا صبوا كل العذاب على فاطمة صبت علي مصائب الزهراء هي التي تقول صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا ونحن ذرية محمد وسلالة النبيين وأننا قد ظلمنا واضطهدنا وقهرنا وابتز منا حقنا منذ قبض نبينا إلى يومنا هذا فنحن نستنصركم فانصرونا هذا هذا هو نداء الحسين يوم عاشوراء في أرض كربلاء المناصر ينصرني فإذا تكلم هذا الفتى النفس الزكية بهذا الكلام أتوا إليه أتوا إليه السعوديون أهل مكة أتوا إليه فذبحوه بين الركن والمقام وهي وهي النفس الزكية هذه الذات التي ذبحت هذا الرسول المهدوي هو النفس الزكية وقت الحلقة صار طويلا حينما يكون الحديث عن فاطمة لا أشعر بالوقت هل مر أم لم يكن قد مر هذا هو الذي أستشعره في داخلي وإني لصادق معكم حين أحدثكم عن فاطمة نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن أي والله يا زهراء هكذا نتمنى أن نكون زهرائيون نحن يشرفنا أن نكون كذلك نجاتنا أن نكون كذلك زهرائيون نحن زهرائيون 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 حتى تنقطع الأنفاس وحتى بعد أن تنقطع الأنفاس زهرائيون 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 والهوى 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 زهرائي أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله